بعدين بس بدي قل لك شغلي اللي بده يستهدف ولي جمبلات بيعطيه ثلاث نواب اللي بده يستهدف ولي جمبلات بيسقطني لإلي ما تحالف معي لك انت بتذكر الحصار اللي عمل علي من العهد ومن الحزب ولك توخزنيش حزب البعث صوت ضدي عنده شوية صوات بتشوفوا علي صوت ضدي حزب البعث اي بس وقتها انت قلتلي بمقابلة انه ما كانوا مصدقين انك هالقد قادر جيب أصوات يعني العهد ما كانوا مصدقين بعدين لما شاهدوا حجم بعدين المير طلال خبرني بعض التفاصيل شو قال لك شو التفاصيل تمارس علي ضغوط طيما يتحالف معي تمارس علي ضغوط الوزير ولي جمبلات مين من ناس من فريق ما غير الوزير جمبلات الرئيس بالري يا خي ما بديش لو خلينا نسمي خلاص بديش ارجع للقصة سام مارس علي ضغوط وقال له اوعى تعمل اي الشغلة السفير السوري بالربنان السفير السوري لا 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 صار ضغوط الحزب حزب الله الرئيس بري مين ما سميلي يا أستاذ جورج يا أستاذ جورج يا أخي طب اليوم هالشيعة ما عطوا لولي جمبلات ثلاث نواب كيف بدوا يستهدفوا بيكونوا خلي خبرني كيف بدوا يستهدف كيف واحد بدوا يستهدف التاني بيسقط له خصمه وبيعطي له له ثلاث نواب على الأقل بيروت كان بيتاخذ نائب بيروت وأنا حزب الله عرضوا علي وانت تعرف بمكتب السيد إبراهيم أمين السيد الله يطول بأمره بعده موجود يا قية وانعرض علي الموضوع بتنزل انت بينتهي موضوع المقعد بيكون بنرشح منرشح هذا ما بتنزل انت رح يضل المقعد فاضي لأنه الرئيس بري وعد فيه الوزير جمبلات ونحن ملتزمين بها الموضوع طيب ما نفقه الجنوب نفس القصة والشوف نفس القصة شو الكلام هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة